اهلا وسهلا مشاهدينا في جانب اخر يتعلق بتحليل اهم الاخبار الواردة يعني في موقع الشرق نت تفصيلا وتحليلا مع الوصاز الصحفي والمحلل السياسي وسهلا سام عبد الميدري الصحرير الصحيفة اخر لحظة اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا عليكم السلام وصباح النور سعيدين بك نبدأ معك نبدأ ببداية الخبر والاحداث المأساوية في حادثة مصنح سراميك السيرة اللي افضت بحياة يعني كثيرين جدا واصابة يعني المئات لو اتكلمنا في جانب اخر يتعلق بالسلام المهني تكلمنا عنه لكن ما المطلوب ايضا من الجهات المختصة في توزيع تصديق والمتابعة والرقابة بعيدا على المناطق السكنية بسم الله الرحمن الرحيم نترحم على الذين اصغت ارواحهم في حادثة المأساوي وتمنى عجل الشفاء للعشرات الذين اصيبوا في الحادث بكل الاحوال مثل هذه الحوالي ستلفت انتباع الحكومة بشكل مباشر الى اجراءات السلام والتأمين التي يتباعها في المؤسسات والمشاطة الصناعية المختلفة واضح جدا ان هناك مشكلة في اجراءات السلامة في عملية التأمين داخل المصنع المعني وفي عدد من المصانع المجاورة حتى ان هناك حديثة ان الجهات المسؤولة نبهت المصنع قبل فترة بضروط مراجعة العمليات السلامة لكن بكل الاحوال واحدة من مشكلات وزارة الصناع والتجارة هي ضحف الرغابة على المصانع ضحف المتابعة الانشاءات حتى عملية تشييد المصانع النفسها فيها كثير من الاشكالات لو تلاحظ حتى بشكل عام السودان ما بيهتموا بمسألة التأمين قل ما تجد طفاية حريق في اي موقع قل ما تجد اجراءات السلامة مكتملة لعملية التهوية هناك ضحف في هذه المزلة والحكومة مسؤولة بشكل مباشر يعني من ضرورة إلزام المؤسسات المعنية بالتأمين المطلوب بشكل يعني جيد حتى تكون هناك عمليات سلامة بشكل مقبول في مثل ما هو في كثير جدا من المصانع في الدول المجاورة ده كلام طيب بالنسبة يعني تم ربع القبعات للفرسان هذا حوالي ما اسموهم يعني الناس المتبعين الدفاع المدني بالرقم من عدد من الملاحظات لعدد من المتجمهرين عدد من المتابعين حتى عبر السوشال ميديا للأزياء أيضا والاهتمام بوسائل السلامة المعنية في الدفاع المدني أيضا عم بكل الأحوال يعني النوحية الشرطة الدفاع المدني قامت بدور كبير في الحالي سامس كثير من الناشطين في صحافة المواطن في وسائل التواصل المتبعي أشادوا بدور الدفاع المدني لكن هي برضو سانحة حتى نطالب قيادة الشرطة بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالدفاع المدني بضرورة ترقية أداء الدفاع المدني المحروم أنه بشكل عام الإشكالات الكبيرة أو الحوادث قل ما تحصل في السودان مثل ما هي تحدث في كثير من دور العالم لكن هذا لا يعني أن تستكين الشرطة أو لا تهتم بعملية التأمين الجيد للمنشآت المختلفة طيب ده حدث خلاص فيجي منه ندعلم منه على أساس أنه نأخذ الحيط والحذر في المرات القادمة لكن في سؤال الأخير يعني العهد الفات فات والآن نحن في عهد يديد معظم المصانع الموجودة هي موجودة بالقرب من السكن سكن المواطنين وردو ده التأثير الكبير حتى على المناخ والحالة النفسية والصحة العامة بالنسبة للإنسان اتكلمنا عن شكل التصاديق المفروض تصدق وتتابع من قبل الجهات المسؤولة ما المطلوب منهم في الفترة القادمة بكل الأحوال حادثة أميسة يعني أنا أتمنى من وزير الصناعة والتجارة مدينة عباس مدينة وراجع حساباتي بشكل جيد أن يتم بوزارتي أكثر من الاهتمام بشق السياسي انغمس الوزير في الفترة الماضية في المسائل السياسية بشكل أكبر الآن هي سانحة حتى يعيد الاهتمام بوزارتي هو وزير الشاب يعني ممكن جدا أن يؤدي أدامه جيدا أن يكون لديه الحس الرغابي أعلى أن تكون متابعاته بشكل أكبر باعتبار أنه من وزراء الشباب المتحمسين جدا للعمل في الجهاز التنفيذي أنا أتمنى أن يقود حملة في الليام المقبلة لمراجعة إجراءات السلام هو أعلن اليوم في صحيفة آخر لعظة لدينا تصريح خاص من الوزير مدني أعلم أن الحكومة ستسرع فورا في مراجعة إجراءات السلام في كافة المصانع والمنشآت المختلفة لعب